أجرى وزير الصناع والمعادن خالد بتال جولة تفاقدية لعدد المصانع التابعة للوزارة وذلك لمتابعة العمل في إنتاج المحاولات التي ستدعم جهود وزارة الكهرباء لتحسين خدمات الطاقة في البلاد مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا أمير الخفاجي تهيئة محاولات التوزيع والقدرة فضلا عن متابعة سير عمل الشركات الصناعية التابعة للوزارة أبرز الأهداف التي تضمنتها الجولة التي أجرها وزير الصناعة والمعادن في وقتنا تسعى الحكومة لتهيئة جميع متطالبات وزارة الكهرباء ضمن تعاقدات رسبية لتجاوز مشاكل النقل وتوليد الطاقة للصيف القادم أجرين اليوم زيارة إلى الشركة العامة للصناعة الكهربائية لاتهيئة لإنتاج محاولات التوزيع ومحاولات القدرة لتهيئة متطلبات وزارة الكهرباء مجلس الوزراء اتخذ قرار قبل فترة بتخويل وزارة الكهرباء بسقف تعاقدي ضمن مبلغ معين حتى يتهيئون للصيف القادم الجولة التفقدية لوزير الصناعة والمعادن تضمنت أيضا مصنعا لإنتاج البطاريات في العاصمة الذي شهد توقفا لسنوات طويلة قبل أن يعاد العمل والإنتاج فيه بصورة تصعودية من حيث الكمي والجودة هذه الزيارة الثالثة التي تم هذا المعمل معمل إنتاج البطاريات التي كان متوقف لسنوات طويلة وبدأ بإنتاجها خلال برنامج الحكومة الحالية وبدعم مباشر من معالي وزير الصناعة والمعادن بالنسبة للجودة المواد التي نستخدمها هي مواد كاملة المواصفات بدون أي تغيير عكس بعض المنتجات الموجودة المستوردة في الأسواق المحلية إذن هي جولة تفقدية لتهيئة العمل في المصانع والشركات العامة ضمن مساعي الحكومة لتطوير العمل الصناعي واستمرار دوران عجلة الصناعة المحلية ليبقى صوت المكائن عاليا بعيدا عن أصوات المرجفين والساعين لوضع العصى في دولاب الصناعة العراقية من بغداد امير خفاجي قناة دجلة